موسيقى عشرة حركات لازم تعرفها عشان تحترف طور الأونلاين لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا الحركات جدا جدا مهمة ولازم لازم لازم تعرفها فيلا نخش في المقطع طيب أول شي راح نتكلم عن العصابات كيف أخش عصابة كيف أسوي عصابة وما يتعلق بها من معلومات طيب أول شي كيف أقدر أخش عصابة عشوائيا يعني عصابة واحد ما أعرفه بس إن هو حاطر خصوصية عامة أنا بأخش في هذه العصابة كيف أضغط اللي هو السهم يسار بعدها راح تروح عند اللي هو البوز أو الخيار الرابع اللي هو خيار العصابات راح تظهر لك جميع العصابات المتاحة اللي ممكن أنت تخشها طبعا راح تختار راحة العصابات اللي تبقاها بعدها راح تضغط اللي هو إكس عشان تسوي لها جوين طبعا لازم يكون رئيس العصابة حاطة الخصوصية عامة بحيث إنك تقدر تخش إنت لكن إذا هو حاطة خصوصية إنفايت أولي أو خاصة بحيء كذا إنت ما تقدر تخش عليه بالنسبة لإنك أنت تسوي عصابتك بنفسك وهي كالتالي راح تضغط اللي هو السهم يسار بعدها راح تروح عند اللي هو البوز أو الخيار الرقم أربعة بعدها راح تضغط مربع اللي هو فورب أبوز ورح تطلع لك هذه القائمة طبعا العصابات راح يكونون نوعين عصابة مؤقتة وعصابة دائمة التمبراري أو العصابة المؤقتة ما راح تدفع ولا دولار ورح يكون فيها أربعة أعضاء لكن مخيم صغير وما تقدر تسمي عصابتك ومجرد ما تغير السيرفر تنتهي هذه العصابة عندك العصابة الدائمة راح تكلفك اللي هو 200 دولار ورح يكون فيها سبعة أشخاص ورح يكون مخيمكم كبير وتقدر تسمي عصابتك وما تختفي وتستمر لما تغير السيرفر يعني راح تكون مستمرة حتى لو غيرت السيرفر راح تكون باقية لكن هذه بفلوس وهذه كان مؤقتة بلاشوا بدون أي دولار طيب نشرح القوائم على السريع الخيار الأول لتحديد هل هي مؤقتة أو دائمة اللي هو تيمبراري راح يكون مؤقتة والكلمة الثانية راح تكون عصابة دائمة بالنسبة للخيار الثاني راح يكون اللي هو خيار البرايفيسي ورح يكون عندك خيارين يكون اللي هو الانفايت أولي والأوبن اوبن بحيث أنه أي شخص يقدر يخش على عصابتك والإفايت أولي ما راح محد يعني يقدر يخش عصابتك إلا بدعوتك أنت يا رئيس العصابة بالنسبة للخيار الثالث اللي هو الفرندلي فاير عندك اللي هو الان والوف لما يكون اون أفراد عصابتك يقدرون يطلقون على بعض أو يدمجون بعض لما يكون اوف يصير ما يقدرون يدمجون بعض أو يطلقون على بعض بالنسبة للخيار الرابع راح يكون مكان مخيمك وين تبغى مكان المخيم الخيار الخامس راح يكون اسم العصابة لو كانت عصابة دائمة طبعا هذا الخيار راح يكون مفتوح فقط لما تكون عصابتك عصابة دائمة الخيار السادس لتكوين العصابة طيب كيف أرسل لخوي دعوة للعصابة كل اللي عليك انك تسوي اللي هو سهم يسار بعدها راح تروح عند اللي هو البلاير بعد البلاير دور على اسم خويك واضغط عليه اكس بعد ما تضغط عليه اكس راح تظهر لك هذه القائمة اختار منها اللي هو الانفايت تو باوز كذا راح ترسله دعوة على عصابتك وهو راح يقبلها عن طريق اللي هو يضغط سام يسار بعدها يروح عند اللي هو الانفايتس و راح تظهر له الدعوة هنا زي ما تشوفون في الجيم بلاي حركتنا الثانية تعرف انه في قائمة لتعديل احصنتك و ما يتعلق بها من خيارات عشان توضح لكم اكثر كل اللي عليك انك تضغط اللي هو سهم يسار بعد السهم يسار راح تروح عند اللي هو الستيبلز اول خيار الرقم الستة زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما تختار الستيبلز راح تظهر لك هذه القائمة اولا الخيار الاول اللي هو الانفايتس هذا راح يخليك تشيك على احصنتك الموجودة وتشوف اوضاعها مثلا اذا كان عندك اربع احصنة راح تظهر لك هنا و راح تعرف ايش وضع هذا و وش وضع هذا الخيار الثاني راح يكون لتخصيص الاحصنة لبعض المهمات او بعض الفعاليات اعطيكم مثال عشان توضح لكم اكثر مثلا انت عندك حصان حرب وحصان سباق حلو انت من هذه القائمة تقدر تخصص الاحصنة الموجودة عندك للمهمات المعينة او سباق المعين مثال اكثر تبت خش سباق معين حلو ما تبغى حصان الحرب حصان الحرب بطيء في السباقات فانت من هذه القائمة تخصص انك اذا تبت خش سباق اه تحط لهو حصان السباق عرفت مثلا تبت خش مهمة او تحط حصان الحرب عرفتو كيف هذه هي هرجة الخيار الثاني بكل بساطة بالنسبة للخيار الثالث راح يكون لهو الهورس اكسس او مين يقدر يركب الحصان حقك طبعا تقدر تخليه فرينس اونلي بحيث انه فقط الاصدقاء يقدرون يركبون الحصان حقك راح تخلي فرينس اونلي او تقدر تخلي مي اونلي بحيث انه فقط اللي يقدر يستخدم حصانك راح يكون انت فقط او يكون الهو لي افريون بحيث انه الجميع الطيب والبطال يقدر يستخدم الحصان حقك البوز اونلي بحيث انه افراد العصابة حقك يقدرون يستخدمون الحصان معاك او الهو كرو اونلي اعضاء الكلان فقط يستخدمون الحصان حقك بالنسبة للخيار الرابع راح يكون خيار مشابه جدا للهورس اكسس لما تخلي اي واحد راح يقدر يقود الحصان حقك لكن لما تخلي ما احد يقدر يقود الحصان حقك بالنسبة لي اخر خيار او الخيار الخامس اذا احد سرق حصانك او ركب على حصانك من هذا الخيار انت تقدر تطرده بحيث انه الحصان يرمي من فوق بالنسبة لاشكال اللاعبين في الخريطة اذا كان عبارة عن نقطة وردية فهو عبارة عن لاعب عادي جدا او احد افراد عصابة اخرى حلوين اذا كان نجمة فهو رئيس عصابة ومسؤول عن عصابة كاملة حلو اه لما تخش عصابة انت واصحابك او افراد عصابتك راح يظهرون باللون الازرق ورئيس عصابتكم راح يظهر نجمة لونها ازرق الحركة الرابعة لليوم ترى تقدر تغير مشيتك عن طريق انك تضغط سهم يسار بعدها راح تروع عنده هو الاولاين اوبشن بعدها راح تروع عند اخر خيار اول هو الووك ستايل راح تظهر لك ستة طرق مشيات مختلفة وانت تقدر تختار منها اللي تعجبك تبغى يمشي كذا نافق صدره ولا تبغى يمشي سايلنت ولا تبغى غن سلينجر يعني انت تختار المشية اللي تعجبك بعدها راح تضغط عليها اكس وبكذا يكون هذه هي مشيتك خمسة ترى عندك ايموت اكثر من اربعة فقط كل اللي عليك انك تضغط سام يسار بعدها راح تروع عنده هو الاولاين اوبشن بعدها راح تروع عند الخيار الرابع او خيار الايموتس راح تظهر لك اربعة خيارات زي ما تشوفون في القيم بلاي اول خيار مثلا راح يكون خيار التحية يعني كلنا نعرف انه في ايموتس اللي هو كذا يأشر اللي هو الويف لكن من هذه القائمة تقدر تختار ايموت ثاني يسوي اللي هو ثمز اوب او لايك لايك او انك تعجبني ترى عرفت هذه اللي هو الحركة الاولى يعني في القريتس او التحيات راح يكون عندك طريقتين وفي الخيار اللي بعده راح يكون عندك حركتين واللي بعده حركتين واللي بعده حركتين يعني مثلا في حركة اللي هو لما شوتيم اوب اللي هو يقنص كذا يطلقهم في حركة ثانية هذه هي ولا ما دلش اسمها لكن شوفوا ايش يسوي يعني راح يكون عندك اكثر من حركة لكن كيف تقدر تختارها راح تضغط سام يسار اولاين اوبشن تروح عند ايموت بعدها اللي تعجبك راح تضغط عليها مربع او اللي هو فيفوريت وبكذا راح تظهر لك في الايموت ترجمة نانسي قنقر ستة تقدر تسوي جوين سريع على أي طور بي في بي تبغى على سبيل المثال مثلا زي التيم دي ثماتش مثلا زي السباقات ما يحتاج انك تروح الى المكانة في الخريطة عشان تبدأ التيم دي ثماتش تقدر تسوي اللي هو كويك جوين عن طريق انك تضغط سام يسار بعدها راح تروح عند اللي هو الكويك جوين او الخيار القبل الاخير بعدها اختار الطور اللي تبغى سوبر شوداون مثلا ولا سباقات ولا مهمات ممكن يلعبك مهمات رئيسية فمن الاربع خيارات هذه اختار الطور اللي يعجبك واضغط عليه اكس بعدها راح يدخلك على شكل الكويك جوين سبعة شي جدا جدا رهيب ولازم تعرفوا انك تقدر تأكل حصانك حتى هو يمشي او يجري او داعس مرة ترى تقدر تأكله اكره شي كان يصير لي في الاوفلاين اني لازم اوقف عشان اكل الحصان لكن في الاونلاين ما يحتاج انك توقف عشان تأكله حتى وانت داعس او ممكن حتى وانت في الحرب تقدر تأكل الحصان وهذه حركة جدا جدا رهيبة ورح تحفظ لك وقت نصيحة رددية مهمة جدا اذا كنت حاط جلد او سمكة او جثة في مؤخرة الحصان وتبقى تنتقل عن طريق الفاست رافل او تبقى تغير سيرفر او تبقى تخش مهمة او تبقى تخش اللي هو بي في بي خذ بالك انه ترى لو خشيت احد هذه الاشياء ترى الجثة او الجلد راح يختفي بشكل كامل من ظهر حصانك عرفت كيف فخذ بالك انه بمجرد ما انت تبقى تسوي فاست رافل او غيرها بيعرف فهر حصانك بعد تسوي فاست رافل لانه بمجرد ما تسوي فاست رافل او تغير سيرفر الجلد او الجثة راح تختفي بالكامل وبكذا انت راح تكون خسران طبعا في فاست رافل للمطفرين ما راح تدفع ولا دولار لكن هو ما راح يوديك لوجهتك بالتحديد لكن راح يقربك منها حلوين سوي ستارت بعدها ستارت رو عند اونلاين بعدها راح تظهر لك هذه القائمة فري روم راح يرسبنك على اخر مكان كنت فيه بالنسبة لي المنطقة الثلجية راح يرسبنك فيه اللي هو المناطق الثلجية وانت طالع عندك اللي هو الفري روم الليموني لي ما راح يرسبنك فيه المناطق اللي بالقرب من سان دينيس ورودز والعيال حلو عندك اللي هو 네و أوفر هذي راح يرسبنك في القرب من مدينة فالنتين والوالس ستيشن والعيال نيو أوستن راح يرسبنك فيه اللي هو الصحراء وعندك الهوة الويست إليزابيث راح يرسبنك في ولاية الويست إليزابيث بالقرب من مدينة الهوة الستروبيري وبلاك ووتا طبعا كذا أعطيناكم عشر حركات مفيدة جدا ورح تخليك تحترفها الأونلاين بسرعة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك وتسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يعني وفاة هدى على طول يلا السلام عليكم